كلام كبير جداً بنقوله في الفاصل أنا ودكتور محمد صحة بكتور اللي احنا وصلنا لإيه بقى قبل الفاصل مشاكل بقى واثار التنمر لو سبنا معلش دكتور رايزة اطلب منك طلب تعال معاي راديو انت تؤمريني تعال معاي راديو والاشي لانا بنسى يعني اللي انت بفكرني عنه فانا هتسوي لا حاول يعني يلا طيب مشاكل واثار التنمر هنتكلم عن حاجة وحاجة مش متوقعة خالص الحاجة المتوقعة هي مشاكل واثار التنمر على الضحية يعني الشخص بقى اللي بيقع عليه التنمر ده ايه الاثار حين لكن اللي مش متوقع ان فيه اثار برضو على الفاعل نفسه الشخص اللي بيقع تنمر ده كمان بيبقى كمان عنده مشاكل وده اللي هنبتدي به ان الشخص اللي بيقع تنمر ده جماعة لو سبناه كده بدون تعديل سلوك او بدون ردع او بدون توجيه اعادة توجيه وضبط للتصرفاته واشعاره بالخطأ اللي هو بيعمله بيعمل ايه اول حاجة انه بيتصاعد في فكرة ارتكاب التنمر او بيصاعد مستوى التنمر يعني بدل ما يبقى التنمر مثلا لفظي هيبقى التنمر فعلي بدل ما يبقى التنمر فعلي لا ده هيطور بقى يعني مثلا ممكن يلحق اذا حقيقي بحد او يعمل فيه عملة كبيرة او ما الى ذلك فهنا دي اول حاجة ممكن تحصل ان الشخص المتنمر نفسه الطفل المتنمر مش الضحية المتنمر شخصيا يرتقي او يزود درجة التنمر ده فده حاجة وحشة جدا تاني حاجة عدم الالتزام الشخص المتنمر ده مع مرور الوقت يا فاطمة بيتعود على عدم الالتزام لانه هو بيشعر انه هو فوق القوانين او فوق القانون او فوق الالتزام فعدم الالتزام ده شيء خطير جدا هيخلي هذا الطفل المتنمر عرضة لمشاكل كتيرة جدا سواء تعليمية او يعني الدراسية او مهنية بعد كده الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل له هي الوحدة البعد عن الصدقات الشخص المتنمر ده عمره ما هيبقى عنده صدقات حقيقية عمره فعلا عمره ما هيبقى عنده اصدقاء كويسين او اصدقاء حقيقين او انه هيكون محبوب او ما الى ذلك هيكون شخص مكروه في الاخر في نهاية المطاف هيكون شخص مكروه وده هيؤدي به للوحدة وهيؤدي به لمشاكل كتير او ده بالنسبة للشخص المتنمر وده الحاجة اللي مش متوقعة اللي بيتم التنمر بيه اللي بيتم بقى التنمر عليه ده مشاكله كتير اوي اول حاجة الشعور بالاضطهاد اللي انتي قلتيها في بداية الحلقة الشعور الحقيقي بالاضطهاد وده نقطة يا جماعة يعني في غاية غاية الخطورة بيوجع قلبينا احنا كأمهاتها ما نحس ان العيال حاسين بك طبعا لانه الطفل بيشعور خاصة اذا كان الطفل ده احنا كمان علمناه ان هو يقول ايه او ان هو يعمل ايه لما حد يتنمر عليه وما يلاقيش نتيجة بالعكس بقى يلاقي ان هو مش انت اشتكيت فيقوم يزيد يتعرض لمزيد من التنمر او لمزيد من الاهانات تاني حاجة اشعور بالاكتئاب ودي حاجة نقطة في غاية الاهمية الناس بتفتكن العالم لك تكتئبش بكتئبه اكتر من ايه بالزبط الاكتئاب يا جماعة يا ربنا يا رب يبعد اثر ويبعد شروره كلها عن الجميع الاكتئاب دي حاجة وحشة جدا وده مرض يختلف تماما عن كل كلامنا اللي هو اللي بنساير به بعض يقولك انت مكتئب ليه يقولك سنا مكتئب لا 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 الاكتئاب ده مرض يعني كبير جدا جدا ربنا يعافي الجميع منه المسير بقى جدا انه الاكتئاب ده ممكن يصيب الاطفال والاكتئاب ده ممكن يظهر عند الاطفال في هيئة زي ما اتفقنا على حاجات كتيرة قوي انه هو فقدان الرغبة في الكلام فقدان الشهية في الطعام الاحساس بالخوف بشكل دائم عدم الرغبة في مورسة انشطة وما الى زي تي نقطتين فاضلين حابة اتكلم مع حضرتك في يوم في حلقتنا النهاردة رقم واحد الام اللي بتأفور اللي لسه عايزين ننحق نقولها دلوقتي قبل ما نطلع فاصل وثانيا او اخيرا بقى ايه النصائح لحضرتك شايف ان احنا كامهات لو ابني بيتعرض لتنمر اقول له عليها دي هنقولها بعد الفاصل بس دلوقتي بقى عايزة ايه اطلع لايف لسبب لان السؤال ده في امهات كتير عندها المشكلة دي يا دكتور لو في ام عندها فوبيا من التنمر طول النهار على الجروبات بتاعت المدرسة بتشتكي انا ابني احد بصير وحد يكلمه ملعبش مع فلان فلان مش حبه فلان مش اتلاقيها دائمة الشكوى 24 ساعة تمام لدرجة ان بقيت الاهالي بيبقوا زهقانين كفاية شكوى بشل الدرجات دي تمام دي بقى نعمل معها ايه دي اولا تقولولها بشكل جماعي كده انه فيه فرق كبير جدا او تسمعوها الحلقة دلوقتي اللي احنا بنقولها دي انه فيه فرق شاسع ما بين التنمر هما بين القبول الاجتماعي اللي يكون عند الطفل بمعنى ايه بمعنى انه ان لما الطفل يكون متنمر احنا نرجع تاني للتعريف وقلنا ان التنمر هو التفكير والتخطيط والتنفيذ لفعل او تصرف ما من شأنه احداث الضرر المادي او المعنوي على شخص اخر وبالتالي لما يجي مثلا ام بقى تقول اصلا ابنك يا فاطمة ما سلمش على ابني فين هنا بقى التخطيط والتفكير والتخطيط والتنفيذ في احداث الآذر ما هو ممكن ببساطة يكون هو مش عارفه او مش مصاحبه مش عايز يلعب معاه او مش عايز يلعب معاه او هو جرب يلعب معاه ولقى مثلا ان الولد ده بيلعب بطريقة مش عايز اقول مثلا اوحش او كده مختلفة عن طريقة لعب الطفل واحنا بيبقى صح ان احنا نسيب الولاد دي حلو مش هكلهم مع بعض برافو عليك وحتى انا دايما كنت اقول ايه لما تلاقي مثلا منطقة مطاعم او مش عارفه فيها منطقة لعب بتاعة اطفال اللي هي خلاص وانتي لقيت طفلك مثلا فيه بدايات مشكلة مش الصح انك تجري رقبي من بعيد لان فيه حاجات كتيرة بتخلص من الاطفال وبعضهم بالظبط تاني حاجة ان الام دي لازم نعلمها ونقول لها انه جزء رئيسي من حالة الحب اللي هيكون عليها او طفلك من زملائه من المدرسين وكده مش هتيجي لبل الحاح ولا بالتخوين بالتخوين بمعنى ايه انك تقولي مثلا ايه ليسين بص يا يسين كلم بقى زميلك فلان احسن مامته بتزعل يسين نفسه هيحس بعب بعد كده مش عايزي تكلم مش عايزي يرو يعني انا مرة هضرب بالحكاية بس بمثل انه مرة من المرات احد اصدقائي يعني عنده بنات هو صغارين كان في واحدة من البنات دي عندها حفلة عيد ميلاد انا بتكلم قبل الكورونا فدخل في حوار بيسألني بيقول لي اصله انا بقول لها انت عزمة ناس قليلين جدا مش الباقي هيزعلوا فقيت له يا بابا انا عايزي عزم دول بس انا دول بقى يعني الدايرة الصغيرة الدايرة الصغيرة بتاعتها بالزبط كده الباقي حتى البنت الصغيرة قيت له الباقي دول زملائي يعني في المدرسة او في الفصل مش لازم هما يحضروا حفلة العيد ميلاد انت عندها جزء من الرضا الاجتماعي في العلاقات مش موجودة عند الناس كبيرة واللي عايزي اقوله بقى ان الموضوع ده بيتغير يعني انت هتلاقي ان ممكن الولاد بعد كده مثلا في فصل واحد لو هما بيفضلوا يعني مع بعض سنين متتالية هتلاقي ان دايرة الصداقة بتختلف وهنا دور المدرسة زي ما قلنا قبل كده في حلقة من الحلقات ان دور المدرسة انها تخلي فيه مجموعات العمل مختلفة من وقت الاخر عشان يبقى فيه تنوع في الاصدق بالزبط كده فالام اللي عندها فوبيا بقى التنمر او اللي خلينا نقول اللي بتستبق الامور وبتتهم الاولاد الاخرين بان هما بيتنمروا بتضعف ولادة ان هما يحلوا مشاكلهم لان دا مش تنمر لما طفلك لا يشارك مسلا في لعبة مع طفل تاني دا مش تنمر لما طفلك حد ما يسلمش عليه او ما ياخدش باله مسلم عليه دا مش تنمر بالزبط كده بقى خلصنا النقطة الاولانية خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاك وتاني رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيتش بتاعتنا راديو تسعين تسعين على الفيزيوك بعد الفاصل قلنا هنتكلم يا دكتور في نقطتين استنى ازاي اخلي ولادي يتصدل التنمر واخر سؤال حختم به الحلقة هل لو في مشاكل اسرية بين الاب والام دا ممكن يخلي الطفل يبقى